بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي تلاميذ تلميزات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة زاكري يا بابا النهاردة عنزاكر مع بعض مادة اللغة العربية عنزاكر يا ولاد الفصل الثاني من قصة مغامرات في أعماق البحار بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني من قصة مغامرات في أعماق البحار هنا يقول لك أسامة يبحث عن أخته أماني مضمون الفصل يا ولاد بيقول لك سقط أسامة في قاع البحر فوجد نفسه في حديقة عجيبة الشكل بديعة الألوان وهي المستعمرات المرجانية يبقى وجد نفسه فين يا ولاد في حديقة عجيبة الشكل اللي هي يا ولاد المستعمرات المرجانية يبقى المستعمرات المرجانية بديعة الألوان عجيبة الشكل وفجأة ظهرت له سمكة كبيرة غريبة فقرر أن يركبها ليبحث عن أخته أمان وقد شاهد العديد من العجائب والغرائب مثلا يبقى اللي شاهده يا أولاد فرحته في البحث عن أخته أول حاجة واحد الأخطبوط الذي أخرج من جسمه مادة كالحبري انتشرت حوله فأخفته عن أنظار الحوت حتى لا يدخل معه في معركة كالتي رأاها أسامة في الفيلم السينمائي يبقى اللي شاهده يا أولاد وقد أخطبوط أخرج من جسمه مادة كالحبري انتشرت حوله المادة يا أولاد أخفته عن أنظار من؟ عن أنظار الحوت حتى لا يدخل معه فيه يا أولاد في معركة كالتي رأاها أسامة في الفيلم السينمائي اللي رأى الثاني يا أولاد رقم اثنين سمكة سمكة أبو سيف يبقى رقم اثنين يا أولاد سمكة أبو سيف التي اندفعت بكل قوة تهجم على الحوت الضخم وتطعنه بسيفها الطويل يبقى شاهده تاني يا أولاد سمكة اسمها أبو سيف لها سيف طويل السيف ده يا أولاد بتهجم به على الحوت الضخم وتطعنه به هذا السيف رقم ثلاثة يا أولاد أقول لك السمكة ذات المنشار التي أخذت تهجم على الأسماك المزعورة وتضربها بهذا المنشار فتمزق أكسامها ثم تأكلها رقم أربع يا أولاد سيقول لك الأجباح السوداء التي ظهرت فجأة وأخذت تنزل فوقه من أعلى وقد انتشرت في كل مكان ثم استقرت به قليلا على قاع البحر يبقى رأيتني يا أولاد الأجباح السوداء ظهرت فجأة أولاد وأخذت تنزل فوقه من أعلى وقد انتشرت في كل مكان واستقرت به فين يا أولاد في قاع البحر استقرت به بعد قليل على قاع البحر هنا يا أولاد بيقول لك يستمر أسامة في البحث عن أخته أماني وفجأة يسمع صوتها فيحمد الله على نجاتها ده بالنسبة لمضمون الفصل علينا نجي نشوف التفاصيل يا أولاد تفاصيل الأحداث أول حاجة أقول لك في قاع البحر أقول لك وصل عقلة الأصبع إلى قاع البحر فوجد نفسه في عالم عالم غريب عجيب وجد نفسه في حديقة عجيبة الشكل بديعة الألوان طب عجيبة الشكل عجيبة معناها يا أولاد عجيبة بمعنى مدهشة والجمع بتاعها عجائب يبقى عجيبة بمعنى أولاد مدهشة والجمع بتاعها عجائب وفيها ما يشبه الأشقار المصنوعة من مادة صخرية صلبة يبقى فيها حاجة زي الأشقار يا أولاد ما يشبه الأشقار ومصنوعة من أولاد مادة صخرية صلبة صلبة يعني يا أولاد يعني جامدة يبقى صلبة بمعنى جامدة جاملة مختلفة الأشكال بعضها أخضر بعضها الآخر أصفر أو أحمر أو برتقالي أو أبيض أو بنفسيجي يبقى كل ذلك يا أولاد وصف الشعب المرجانية أخذ عقود الأصبح يتحرك وسط هذه الحديقة البحرية الجميلة ويتنقل بين فروع أشجارها الصخرية ذات الألوان البديعة وهو يبحث عن أخته عن أخته أماني ويقول لنفسه ويقول لنفسه ما أجمل هذه المناظر هذه المناظر المدهشة التي كنت أقرأ عنها وأرى صورها في الكتب هنا يا أولاد يقول لك في السؤال في الامتحان صف الحديقة التي وصل إليها أسامة في قاع البحر يقول لك صف الحديقة التي وصل إليها أسامة في قاع البحر تقول يا أولاد تقول أول حاجة فيها ما يشبه الأشجار المصنوعة من مادة صخرية صلبة جميلة مختلفة الأشكال بعضها أخضر بعضها الآخر أصفر أو أحمر أو برتقالي أو بنفسيجي أو أبيض يبقى لما يقول لك في الامتحان صف الحديقة التي وصل إليها أسامة في قاع البحر تقول يا أولاد فيها ما يشبه الأشجار المصنوعة من مادة صخرية صلبة جميلة مختلفة الأشكال بعضها أخضر بعضها الآخر أصفر أو أحمر أو برتقالة أو أبيض أو بنفسيجي المستعمارات المرجانية يقول لك يا أولاد وما أبدع هذه الأشجار الصخرية الملونة أنا أعرف إنها من عمل حيوان المرجان الجميل الذي يعيش في البحر ويصنع هذه المستعمارات المرجانية لقد كان من حصن حظنا أن وقعنا في هذا المكان الجميل هنا يا أولاد المرجان ما أبدع ما أبدع يا أولاد يعني ما أجمل يبقى ما أبدع بمعنى ما أجمل طيب هنا يا أولاد المرجان المرجان يا أولاد هو حيوان بحري صغير يفرز مادة جيرية لبناء بيته على شكل يا أولاد أشجار بيضاء أو ملونة ليحتمي بها يبقى إيه هو حيوان المرجان حيوان بحري صغير يفرز مادة جيرية لبناء بيته على شكل أشجار بيضاء أو ملونة ليحمي بها ليحتمي بها وبتكون يا أولاد وتكون طرية ثم تصير صلبة كالحجارة وقد تتكون منها جزيرة تسمى يا أولاد مستعمرات مرجانية ويوضع فوقها منارة حتى لا تصطدم بها السفن يبقى المستعمرات المرجانية يا أولاد بيوضع فوقها يا أولاد منارة حتى لا تصطدم بها السفن هنا أولاد بعد كده أقول لك المستعمرات المرجانية إيه هي المستعمرات المرجانية المستعمرات المرجانية يا أولاد هي البيوت التي يكونها حيوان المرجان البيوت التي يكونها حيوان المرجان والمفرد بتاعتها المستعمرة والمفرد بتاعتها يا أولاد مستعمرة هنا يقول لك حظنا لقد كان من حصن حظنا حظنا يعني يا أولاد نصبنا وجمع حظوظ يبقى حظنا بمعنى نصبنا وجمع يا أولاد حظوظ هنا يقول لك يا أولاد أذكر ما تعرفه عن حيوان المرجان تقول إيه أولاد حيوان بحر صغير يفرز مادة جيرية لبناء بيته على شكل أشجار بيضاء أو ملونة ليحتمي بها يبقى حيوان بحري صغير يفرز مادة جيرية لبناء بيته على شكل أشجار بيضاء أو ملونة ليحتمي بها نجي بعد كده يا أولاد يقول لك أسامة يبحث عن أمانهم ولكن أين أماني إني لا أراها هل هي مختفية وراء بعض هذه الشعب المرجانية وأخذ عقرة الأصبع يتنقل في المستعمرات المرجانية الملونة وهو يبحث عن أختهم ولكن أين هي إنه لا يستطيع أن يراها في أي مكان وأخذ يبحث ويبحث ولكن من غير أي فائدة بعد كده يا أولاد وصار يناديها قائلا وهو يدعو الله أن يجدها يا أماني يا أماني أنت في أي مكان يا إلهي أنت عوني أين يا ربي أين يا ربي أماني يا أماني يا أماني أين أنت يا أماني بعد كده يا أولاد يقول لك شعور أسامة بالخوف على أخته شعور أسامة بالخوف على أخته بدأ عقلة الأصبع يشعر بالخوف على أخته وأخذ يقول لنفسه صبرا صبرا يا أسامة ليس لي إلا الصبر وإن الله مع الصابرين وإنها أختي ويجب أن أبحث عنها مهما كان الجهد ومهما كان التعب ولكن أين أبحث عنها يظهر أن الأمواج قد قزفتها إلى مكان آخر هل هو مكان قريب أو بعيد لا أعرف يا رب ساعدني أين أماني في أي مكان وماذا أفعل الآن هنا يا أولاد قزفتها بمعنى إيه يا أولاد قزفتها بمعنى ألقتها أو رمتها قزفتها بمعنى إيه يا أولاد ألقتها أو رمتها هنا سؤال يجي لك في الامتحان يقول لك ماذا قال أسامة لنفسه بعد أن شعر بالخوف على أخته يبقى نقول لك يا أولاد قال لنفسه يا أولاد صبرا صبرا يا أسامة يبقى ماذا قال لنفسه تقول لك قال لنفسه صبرا صبرا يا أسامة ليس لي إلا الصبر إن الله مع الصابرين إنها أختي ويجب أن أبحث عنها مهما كان الجهد ومهما كان التعب ولكن أين أبحث عنها يبقى يقول لك ماذا قال أسامة لنفسه بعد أن شعر بالخوف على أخته تقول يا أولاد قال صبرا صبرا يا أسامة ليس لي إلا الصبر إن الله مع الصابرين إنها أختي ويجب أن أبحث عنها مهما كان الجهد والتعب ولكن أين أبحث عنها أسامة على ظهر سمكة وفجأة رأى عقلة الأصبع سمكة كبيرة غريبة تسبح أمامه يبقى وفجأة رأى عقلة الأصبع سمكة كبيرة غريبة تسبح أمامه في الماء وخطرت على باله فكرة وقال لنفسهم هنا فجأة يعني يا أولاد فجأة يعني على غير توقع يبقى وفجأة بمعنى على غير توقع تسبح يعني تعوم تسبح يعني يا أولاد تعوم هنا يقول لك وقال لنفسهم يظهر أن الله استجاب لدعائهم وأراد أن يساعدني فأرسل لي هذه السمكة إن أحسن شيء أعمله الآن هو أن أركب على ظهرها وأتنقل معه في قاع البحر ربما أجد أماني في مكان قريب وفي الحال أسرع عقلة الأصبع وركب على ظهر السمكة الكبيرة فلم تحس به لأنها سمكة كبيرة كبيرة وهو صغير صغير مثل بندقة أو حبة من حبات الفول السوداني هنا يقول لك صارت السمكة الكبيرة وعلى ظهرها عقلة الأصبع ينظر حوله في كل مكان بحثا عن أخته أماني هنا يا أولاد يجيلك سؤال في الامتحان يقول لك ما الفكرة التي خطرت على بال عقلة الأصبع الفكرة أنه يا أولاد يركب على ظهرها ويتنقل معه في قاع البحر ربما يجد أماني في مكان قريب ربما يجد أماني في مكان قريب معارك تحت الماء ومن بعيد رأى حيوانا بحريا عجيبا له ثمان أزرع تتحرك في كل ناحية إنها أزرع كبيرة طول الواحد الواحدة منها حوالي أربعة أمطار وتذكر عقلة الأصبع إنه سبق أن رأى هذا الحيوان البحري العجيب في فيلم سينما اسمه مغامرات موجة بحر مغامرات موجة بحر وتذكر أن هذا الحيوان اسمه الأخطبور وفي ذلك الفيلم كان الأخطبور في معركة عنيفة مع حوت من الحيتان وقد انتصر الحوت وأكل الأخطبور وتمنى عقلة الأصبع أن يرى مثل هذه المعركة بعينه في قاع البحر وشعر بسعادة كبيرة عندما رأى حوتا ضخما يتجه فعلا ناحية الأخطبور وحسب أنه سيرى المعركة العنيفة يتمنى أن يراها حسب يعني أولاد يعني توقع إذا كلمة حسب يعني توقع وحسب أنه سيرى المعركة العنيفة يتمنى أن يراها بمعنى إيه توقع يجي لك سؤال في الامتحان كيف عرف أسامة اسم الحيوان العجيب كأنه رأى هذا الحيوان البحر العجيب في فيلم سينما اسمه مغامرات موجة بحر إذا رأى هذا الحيوان في فيلم سينما اسمه مغامرات موجة بحر وتذكر اسمه اسمه يا أولاد الأخطبور لماذا شعر عقلة الأصبع بسعادة كبيرة عندما رأى حوتا ضخما يتجه نحو الأخطبور تقول يا أولاد لأنه إيه حسب أنه سيرى المعركة العنيفة تمنى أن يراها لأنه إيه حسب أنه سيرى المعركة العنيفة التي تمنى أن يراها عشان كده يا أولاد إيه شعر بسعادة حيلة الأخطبور ولكن حدث شيء غريب إن الأخطبور عندما رأى الحوتا الضخما أسرع وآخر يمين جسمه مادة كالحبري انتشرت حوله في الماء فأخفته عن الأنظار وبهذه الحيلة أفلت الأخطبور من الحوت وضاعت المعركة على عقلة الأصبع هنا أولاد كلمة الحيلة بمعنى الخديعة وحسن التصرف والجمع إيه أولاد حيل يبدأ الحيلة بمعنى إيه الخديعة وحسن التصرف والجمع حيل أفلت أفلت بمعنى إيه أولاد هرب أفلت بمعنى هرب يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك ما الحيلة التي أفلت بها الأخطبور من الحوت تقول لك أفلت بمعنى إيه أفلت من جسمه مادة كالحبر انتشرت حوله في الماء فأخفته عن الأنظار يبقى إيه الحيلة التي أفلت بها الأخطبور من الحوت تقول لي أولاد أخرج من جسمه مادة كالحبر انتشرت حوله في الماء فأخفته عن الأنظار السمك أبو سيف متوحش وبينما الحوت الضخم يلف ويدور بحثا عن الأخطبور الذي اختفى رأى عقلة الأصبع سمك متوحشة طولها حوالي أربعة أمطار ولها طرف طويل مدبب كالسيف طوله مترا تقريبا كانت هذه السمكة أصغر من الحوت الضخم ولكن عقلة الأصبع رآها تندفع بكل قوة وتهجم على الحوت الكبير وتطعنه بسيفها الطويل طعنة هائلة ثم اشتبك معه في معركة عنيفة عنيفة يعني أولاد قوية وشديدة عنيفة يعني قوية وشديدة فقال عقلة الأصبع لنفسه وهو يرى هذا المنظر الغريب هذا السمك أبو سيف متوحش متوحش يعني أولاد يعني مفترس متوحش مفترس إبه هذا السمك أبو سيف متوحش حقا يهجم على الحوت أكبر منه بجراءة بجراءة يعني أولاد يعني جراءة يعني إقدام في شجاعة إبه بجراءة إقدام في شجاعة يهجم على حوت أكبر منه بجراءة عجيبة إن أعماق البحار فيها كثير من العجائب والغرائب سبحان الله الذي خلق كل هذه المخلوقات هنا الغرائب يعني أولاد الغرائب هي العجائب الغرائب العجائب والمفرد بتاعها الغريبة سبحان الله تعظيما وتنزيها لله سبحان الله تعظيما وتنزيها لله هنا يقول لك ماذا تعرف عن سمكة أبو سيف بجيك سؤال في الامتحان يقولك ماذا تعرف عن سمكة أبو سيف سمكة متوحشة طولها حوالي أربعة أمطار لها طرف طويل مدبب كالسيف طوله متر تقريبا طوله هي أولاد متر تقريبا وبكده وصلنا معاكم لنهاية الدرس للنهاردة أرجو نكون استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس جديد من دروس لغة العربية للصف الخامس الابتدائي إن شاء الله الحلقة القديمة نكمل مع بعض الفصل الثاني وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته